15 انتحاريا في بغداد شائعات حتى اللحظة لم توثقها المصادر الامنية لكنها تعيد العراق طريح العمليات الانتحارية على يد داعش الذي يستغل الاستثمار للجو السياسي الانتخابي المبكر والانتقال من مسك الارض الى نظرية الشبح سيما بعد مهاجمته للحجد الشعبي وبث مقاطع صوتية تتوعد سكان العاصمة في ساحة الطيران هذه الجريمة المروعة لها مقدمات مجامع عسكري يتشكل في الصحراء وفي مناطق نائية ثم تبدأ ترسل شرورها الودن العراقية يذهب مسؤلون امريكيون لتأكيد سبب انخفاض تدريب القوات الامنية على يد التحالف الدولي انه وراء الفجوة الامنية وهذا ما كشفه التفجيران الانتحاريان في ساحة الطيران التوقيت الخطير بين انشغال الحكومة بتوتر الكتل السياسية والاحزاب وتصاعد لنفوذ الجماعات المسلحة في حالة من التنافس الدموي يؤكد وجود ثغرات امنية واجهتها مؤخرا بقلب الهرم الامني رأسا على عقب لكن الضغوطات التي يواجهها الامن سيما من بعض الميليشيات المدعومة ايرانيا باتت تهيئ البيئات الخصبة لداعش وغيره حسب ما يؤكده مراقبون مستشار الامن القومي يؤكد على حرص الاراق استمرار دعم التحالف الدولي في مكافحة الارهاب ما يجمع بوضوح على اهمية التحالف واعادة ترتيب الملف الامني في ظل قراءة لا تبشر بايام مقبلة مستقرة ما ينذر بخطر الانفلات وعودة مشهد شلال الدم العراقية